القاهرة هنروح فورا إلى سؤال اليوم تعالوا نشوف سؤال اليوم النهاردة بيقول إيه سؤال اليوم لماذا خصصت الداخلية مكافأة مالية كبيرة للقبض على الإرهابيين الداخلية فجأتنا ربما للمرة الأولى في قضية تتعلق بالإرهاب بأنها رصلت نصف مليون جنيه وده رقم كبير يعني مش أليل لأي حد يدلب معلومات للقبض على الإرهابيين يعني ده رقم كبير هل ده معناه أنه هيتقابلنا صعوبات في الوصول إليهم يعني فالداخلية شايفة أنها تعمل خطوة استباقية ولا تحفيز شارع مصري أنك توقف أيضا مع الأمن الداخلي